اجتماع رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث وجه السيد الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها وليتصق مع أهمية وخصوصية المكان الفريد لسيناء وخلال اجتماع آخر مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وجه الرئيس السيسي بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة واللواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء واللواء أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء حسن عبد الشافي المستشاري برئاسة الجمهورية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى سياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقرها ليتصق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء واعتنغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربع مصر وذلك بتكاتف كافة وزاراته وهيئات الدولة كما وجه السيد الرئيس بدعم المجتمع السينوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائماً من غياب التخطيط مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر الاجتماع الشهد استعراض المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد والتي ترتكز على إنهاء أي مظاهر للعشوائية بسيناء وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها لإقامة تجمعات تنموية متطورة كما تم استعرض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية فضلاً عن الإجراءات والجهود التي تم اتخذها لتطوير شمال سيناء من الإرهاب والعناصر التكفيرية لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة كما اطلع السيد الرئيس أيضاً على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء بما في ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال المورد الطبعية في سيناء لسيما التصنيع الغذائي القائم على الانتاج الزراعي إلى جانب تطوير المطارات والمواني واستكمال الإنشاءات والمرافق بها كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع سيد رئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منطقة المقطم خاصة ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم وكذا تطوير الكورنيش ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي كما تم عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء خاصة مطار العريش والموقف التنفيذي لمختلف مكونات هذا المشروع من صلاة انتظار ومباني خدمات ومهبط الطائرات تم كذلك استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة المرافق والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية وكذلك الحي الدبلوماسي الذي سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر حيث وجه السيد الرئيس بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى الإسراء في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبار على مستوى الجمهورية خاصة محور السادس والعشرين من يوليو ومنطقة سفينكس المحيطة وكبري تحيا مصر ومحور المستشار عبد المجيد محمود إلى جانب كل من محور الضبع والطريق الساحلي الدولي بقطاعاته المختلفة كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لجهود الهيئة الهندسية لاستخدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية المنتشرة على كافة رقعة الجمهورية